كشفت جولة ميدانية في جمعيتين الرودة وحوالي التعاونيتين عن ارتفاع طفيف في بعض أسعار السلع أرجعها مسؤولون بوزارة الشؤون إلى التفاوت في العروض التي تنظمها بعض الجمعيات في شهر رمضان المبارك واستتأكيد على ضرورة تطبيق عقوبات رادعة ضد مخالفي القانون جولة ميدانية قام بها وكيل وزارة الشؤون المساعد لقطاع التعاون حسن كاظم يرافقه رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية في جمعية الرودة وحوالي للتأكد من توفر المواد الغذائية الأساسية ورصد الارتفاع في أسعار بعض السلع تزامنا مع دخول شهر رمضان المبارك بعض اللبس اللي يصير عند الأخوة المساهمين أو الأخوة المقيمين بشكل عام يدش الجمعية يلاقي أن عنده مثلا عرض اليوم أربع حبات بدينار لمدة يومين بعد اليومين لما يجي إلاقي الحب نص دينار معنات أن ثلاث حبها دينار ونص قلت هذا الغلاء هذا مو غلاء هو اشترى في وقت يكون فيها عرض فماكو غلاء يعني الجولة كشفت عن ارتفاع طفيف في بعض أنواع السلع أرجعه رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية إلى التفاوت في العروض التي تطلقها بعض الجمعيات وتوعد رئيس الاتحاد مخالفي النظم والقوانين بعقوبات مشددة وشملت الجولة استطلاعا لآراء عدد من المستهلكين ومرتادي الجمعيات التعاونية على وجه الخصوص للتأكد من ظاهرة ارتفاع الأسعار ومدى تأثيرها على المواطنين والمقيمين